مرحبا بكم إلى آخر مستجدة فلسطين على قناة الحدث الإفريقي قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقسى المبارك 23 مرة ومنعت رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي 44 وقتا خلال شهر يناير الماضي وأوضحت وزارة الأوقاف في تقريرها الشهري بهذا الخصوص أن المستوطنين أدوا رقصات استفزازية وتقوصا تلموذية على الجهة الخارجية من باب السلسلة ورفعوا الأعلام الإسرائيلية في الأقصى قبالة باب السلسلة وسط ترديدهم شعارات عنصرية كما أدوا عند المنطقة الشرقية للأقصى قرب مصلة باب الرحمة وباب القطنين تقوصا تلموذية جماعية رصدت محافظة القدس في تقريرها الشهري حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المحافظة استشهاد خمسة مواطنين يناير الماضي وأكدت المحافظة في التقرير الصادر عن وحدة العلاقات العامة والإعلام فيها أمس الأبعاء تضمن جرائم الاحتلال التي رصدت في أحياء وبلدات القدس خلال شهر كانون الثاني الماضي أنها وثقت نحو 324 حالة اعتقال وهدمي 169 منشعة كذلك اقتحام 4408 مستوطنين بحات المسجد الأقصى المبارك ووثقت المحافظة في تقريرها استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفلان وشهداؤهم سمير عوني حرب أسلان 41 عاما والفتى محمد علي محمد عني 17 عاما ويوسف عبد الكريم محيسن 22 عاما وخير موسى علقم 21 عاما والفتى ودي عزيز أبو رموز 16 عاما واحتجزت سلطات الاحتلال جثامين شهداء محمد علي وخير عرقم ووديع أبو رموز ليرتفع عدد الشهداء المقدسيين المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام إلى 25 شهدا هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرفت 69 منشأة في محافظة القدس المحتلة خلال شهر كانون الثاني منها عشر منشآت تم هدمها ذاتيا وتنفيذ عشر عمليات حفر وتجريف لأراضنا ورصدت محافظة القدس تسليم سلطات الاحتلال الإسرائيلية اختارات هدم لعدة منازل في العديد من مدلات محافظة القدس المحتلة حيث سلمت سلطات الاحتلال نحو 74 اختارا بالهدم لمنشآت تجارية ومنازل أطلع نائب رئيس حركة فتح محمود العلول أمس الأربعاء سفير جمهورية مصر العربية لذى فلسطين إيهاب سليمان على آخر تطورات الفلسطينية وما آلت إليه الأموج من تضهب خطير بسبب اتهاكات الاحتلال ومستوطنية وأكد العلول لذى استقباله السفير المصري في رامالة أن الشعب الفلسطيني أثبت أنه غير قابل للخضوع أو الاستسلام وأن عقيدته الوطنية وإرادته قائمة على الصمود والتمسك بخيارة المقاومة في مواجهة الاحتلال بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة